موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي في حلقة جديدة لمادة الرياضيات وسوف نتناول أحبائي في هذه الحلقة الوحدة الرابعة الفصل الثامن إدراك مفهوم عملية الضرب ويتضمن على موضوعين الموضوع الأول وهو مراجعة مفهوم عملية الضرب والموضوع الثاني استكشاف أنماط عند الضرب في الأعداد صفر واحد اثنان خمسة تسعة أحبائي انتظرونا بعد الفاصل موسيقى موسيقى أهلا بكم من جديد أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي ذكرنا قبل الفاصل أننا سوف نتناول موضوعين الموضوع الأول وهو مراجعة مفهوم الضرب والموضوع الثاني وهو استكشاف أنماط عند الضرب في الأعداد صفر واحد اثنان خمسة تسعة والآن أحبائي سوف نبدأ مع الموضوع الأول وهو مراجعة مفهوم الضرب ننتقل إلى المثال الأول يمارس عمر رياضة كرة المضرب يوميا بعد المدرسة أي أنه يلعب خمسة مرات في الأسبوع كم عدد المرات التي يمارس فيها عمر رياضته المفضلة في أربعة أسابيع تستطيع أن تمثل عملية الضرب باستخدام أولا المجموعات المتساوية نلاحظ أن عدد المجموعات ثلاثة مجموعات متساوية في كل مجموعة عنصران أو بطريقة المصفوفات والمصفوفة تعبر أشياء مرتبة في صفوف وأعمدة نتابع حل المثال الأول إذا كان عمر يلعب خمسة مرات في الأسبوع فكم مرة يلعب في أربعة أسابيع؟ إذن أحباء عمر يلعب خمسة مرات في الأسبوع إذن في الأسبوع الأول يلعب خمس مرات في الأسبوع الثاني يلعب خمسة مرات في الأسبوع الثالث يلعب خمسة مرات في الأسبوع الرابع يلعب خمسة مرات إذن عبارة عن عملية الضرب كما ذكرنا في السابق يمكن أن نمثل عملية الضرب بطريقتين مختلفتين أما بطريقة المجموعات المتساوية أو بطريقة المصرفات أولا بطريقة المجموعات المتساوية نلاحظ أحبائي أربعة مجموعات متساوية وهي تمثل عدد الأربعة أسابيع وفي كل مجموعة خمسة عناصر تمثل عدد المرات التي يلعبها عمر في الأسبوع الواحد إذن خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يغساوي عشرون إذن أربعة مجموعات في كل منها خمسة نستطيع أن نعبر عن الجمع المتكرر أحبائي بعملية الضرب أربعة ضرب خمسة يساوي عشرون أربعة هو العامل الأول في عملية الضرب ويمثل عدد المجموعات المتساوية أما العدد خمسة فهو العامل الثاني في عملية الضرب ويمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة أما العدد عشرون يمثل ناتج عملية الضرب وهو يمثل عدد كل العناصر الآن سوف نستخدم الطريقة الأخرى وهي بالمصفوفات أيضاً خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة زائد خمسة يساوي عشرون نلاحظ أحبائي أربعة صفوف في كل منها خمسة نستطيع أن نعبر عن عملية الجمع المتكرر بعملية الضرب أربعة ضرب خمسة يساوي عشرون العدد أربعة هو العامل الأول ويمثل عدد الصفوف أما العدد خمسة فهو العامل الثاني ويمثل عدد العناصر في الصف الواحد أما العدد عشرون يمثل ناتج عملية الضرب وعبارة عن عدد العناصر الكلية ملاحظة عندما تضع مجموعات متساوية إلى جانب بعضها بعضاً تستطيع الجمع أو الضرب مثلاً نلاحظ يوجد لدي ثلاثة مجموعات متساوية في كل مجموعة عنصران إذن أولاً باستخدام الجمع المتكرر 2 زائد 2 زائد 2 يساوي 6 عدد جميع العناصر نستطيع أن نعبر عن عملية الجمع المتكرر أحبائي بعملية الضرب إذن ثلاثة ضرب 2 يساوي 6 ثلاثة أحبائي تمثل عدد المجموعات المتساوية أما العدد 2 يمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة والستة تمثل عدد كل العناصر ننتقل إلى المثال التالي واحد أعطي مثالاً لعبارة جمع يمكن كتابتها كعبارة ضرب نحن نعلم فقط عند الجمع المتكرر نستطيع أن نعبر عن عبارة الضرب إذن نتبه أحبائي 7 زائد 7 زائد 7 اثنان أعطي مثالاً لعبارة جمع لا يمكن كتابتها كعبارة ضرب إذن يجب أن تكون الأعداد مختلفة مثلاً 7 زائد 5 زائد 7 ننتقل إلى المثال التالي أكمل كلاً من عبارات الجمع أو الضرب الآتية نلاحظ أحبائي يوجد لدينا ثلاثة مجموعات متساوية ويوجد في المجموعة الواحدة أربعة عناصر إذن أربعة زائد أربعة زائد أربعة يساوي عدد جميع العناصر وهو إثنى عشر عنصر يمكن أحبائي أن نعبر عن الجمع المتكرر بعبارة ضرب إذن ثلاثة ضرب أربعة يساوي إثنى عشر ثلاثة عبارة عن عدد المجموعات المتساوية أربعة عبارة عن عدد العناصر في المجموعة الواحدة أما ناتج عملية الضرب وهو العدد إثنى عشر يمثل عدد كل العناصر ننتقل إلى المثال التالي أكمل كل من عبارات الجمع أو الضرب الآتية نلاحظ هنا مصفوفة إذن ننتبه أحبائي نلاحظ أن المصفوفة تتكون من أربعة صفوف وبكل صف تحتوي على ستة عناصر إذن ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة تساوي عدد جميع العناصر في المصفوفة يساوي أربعة وعشرون عنصرا يمكن أن نعبر عن الجمع المتكرر بعملية الضرب أربعة ضرب ستة يساوي أربعة وعشرون أربعة تمثل عدد الصفوف أما العدد ستة فيمثل عدد العناصر في الصف الواحد أما العدد أربعة وعشرون يمثل عدد جميع العناصر ننتقل إلى السؤال التالي أكمل كل من عبارات الجمع أو الضرب الآتية إذن ننتبه أحبائي لدي مجموعتان متساويتان وفي المجموعة الواحدة تحتوي على سبعة عناصر إذن سبعة زائد سبعة يساوي عدد جميع العناصر يساوي أربعة عشر يمكن أن نعبر عن الجمع المتكرر بعملية الضرب اثنان ضرب سبعة يساوي أربعة عشر اثنان تمثل عدد المجموعات المتساوية سبعة تمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة أما العدد أربعة عشر يمثل جميع العناصر ننتقل إلى المثال التالي ارسم صورتين مختلفتين لتمثل ثلاثة ضرب ستة نحن نعلم أحبائي لكي نمثل عبارة الضرب تعلمنا نستخدم بطريقة المجموعات المتساوية أو بطريقة المصفوفات إذن أولا سوف نمثل عبارة الضرب بالمجموعات المتساوية واحد اثنان ثلاثة لأن أول عامل فيه عبارة الضرب هو ثلاثة ونحن نعلم أن الثلاثة تمثل عدد المجموعات المتساوية ثم بعد ذلك العدد ستة يمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة إذن في كل مجموعة ستة عناصر الآن سوف نمثلها بطريقة المصفوفات نحن نعلم أن العدد الأول وهو العدد الثلاثة يمثل عدد الصفوف وأن في كل صف ستة عناصر إذن صف الأول، الصف الثاني، الصف الثالث ننتقل إلى المثال التالي هل تستطيع استخدام الضرب لإيجاد ناتج 10 زائد 10 زائد 10؟ نفكر قليلا أحبائي نعم نستطيع لأن 10 زائد 10 زائد 10 عبارة عن جمع متكرر إذن يمكن أن نعبر عن الجمع المتكرر بعملية الضرب إذن ثلاثة ضرب 10 يساوي 30 ثلاثة تمثل عدد المجموعات المتساوية عشرة تمثل عدد العناصر في المجموعة الواحدة أما الثلاثون يمثل ناتج عملية الضرب وعبارة عن جميع العناصر الآن ننتقل إلى المثال الأخير كم ساعة يلزم هادي إذا أراد أن يتدرب على لعبة كرة المضرب ثلاثة ساعات يوميا ولمدة ستة أيام إذن هادي يريد أن يتدرب على لعبة كرة المضرب ثلاثة ساعات يوميا ولمدة ستة أيام إذن اليوم الأول أحبائي ثلاثة ساعات واليوم الثاني ثلاثة ساعات إلى أن نصل إلى اليوم السادس إذن عبارة عن جمع متكرر إذن نعبر عن الجمع المتكرر بعملية الضرب إذن عدد الساعات التي تلزم هادي للتدريب على لعبة كرة المضرب ثلاثة ضرب ستة يساوي ثمانية عشر ساعة ثلاثة تعبر عن عدد الساعات اليومية ستة تمثل عدد الأيام أما الثمانية عشر تمثل عدد الساعات الكلية إذن الثمانية عشر تمثل عدد الساعات الكلية وبهذا أحبائي قد وصلنا إلى نهاية الموضوع الأول والذي كان بعنوان مراجعة مفهوم الضرب والآن سوف ننتقل إلى الموضوع التالي وهو استكشاف أنماط عند الظرف في الأعداد صفر أو واحد أو اثنان أو خمسة أو تسعة الأنماط تساعدك على تذكر مضاعفات العدد اثنان الظرف في اثنان أحبائي سوف نتذكر الآن الظرف في اثنان واحد ضرب اثنان يساوي اثنان اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة ثلاثة ضرب اثنان يساوي ستة أربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة ستة ضرب اثنان يساوي اثنى عشر سبعة ضرب اثنان يساوي أربعة عشر ثمانية ضرب اثنان يساوي ستة عشر وتسعة ضرب اثنان يساوي ثمانية عشر لاحظ معي عزيز الطالب ان احد نواتج الظرف في اثنان دائما صفر او اثنان او اربعة او ستة او ثمانية ننتقل الان لنستكشف الالماط لمضاعفات العدد خمسة الظرف في خمسة نتذكر معنا احبائي واحد ضرب خمسة يساوي خمسة اثنان ضرب خمسة يساوي عشرة ثلاثة ضرب خمسة يساوي خمسة عشر اربعة ضرب خمسة يساوي عشرون خمسة ضرب خمسة يساوي خمسة وعشرون ستة ضرب خمسة يساوي ثلاثون سبعة ضرب خمسة يساوي خمسة وثلاثون ثمانية ضرب خمسة يساوي أربعون وتسعة ضرب خمسة يساوي خمسة وأربعون نلاحظ أحبائي أن مضاعفات العدد خمسة دائماً أحدها الصفر أو خمسة فلنلاحظ أن جميع نواتج الضرب في خمسة أحدها يا صفر أو خمسة نتذكر مع المضاعفات العدد تسعة واحد ضرب تسعة يساوي تسعة اثنان ضرب تسعة يساوي ثمانية عشر ثلاثة ضرب تسعة يساوي سبعة وعشرون أربعة ضرب تسعة يساوي ستة وثلاثون خمسة ضرب تسعة يساوي خمسة وأربعون ستة ضرب تسعة يساوي أربعة وخمسون سبعة ضرب تسعة يساوي ثلاثة وستون ثمانية ضرب تسعة يساوي اثنان وسبعون تسعة ضرب تسعة يساوي واحد وثمانون نلاحظ مضاعفات العدد تسعة رقم العشرات أقل بواحد من العامل الآخر ومجموع أرقامها هو تسعة فلنلاحظ اثنان ضرب تسعة يساوي ثمانية عشر نلاحظ أحبائي أن الرقم الموجود في العشرات هو واحد نلاحظ أنه أقل بواحد من العامل الأول وهو الاثنان ونلاحظ أيضا أن ثمانية زائد واحد يساوي تسعة لنتأكد من ذلك ثلاثة ضرب تسعة يساوي سبعة وعشرون نلاحظ أن الرقم الموجود في منزلة العشرات هو اثنان ونلاحظ أن الاثنان أقل بواحد من العامل الأول وهو العدد ثلاثة الآن سوف نقوم بجمع السبعة زائد اثنان نعم مجموعهما يساوي تسعة إذن مضاعفات العدد تسعة رقم العشرات أقل بواحد من العامل الآخر ومجموع أرقامها هو تسعة الآن سوف نتعرف أحبائي على خصائص الضرب الخاصية الإبدالية يمكن ضرب عددين في أي ترتيب كان خمسة ضرب أربعة يساوي أربعة ضرب خمسة لأن خمسة ضرب أربعة يساوي عشرون وأيضاً أربعة ضرب خمسة يساوي عشرون خاصية الضرب في واحد ناتج ضرب أي عدد في العدد واحد هو نفس العدد إذن خمسة ضرب واحد يساوي خمسة خاصية الضرب في صفر ناتج ضرب أي عدد في صفر هو صفر إذن أي عدد يضرب في صفر يكون الناتج يساوي صفرا إذن خمسة ضرب صفر يساوي صفر ننتقل إلى المثال التالي أوجد ناتج كل مما يلي واحد اثنان ضرب ثلاثة يساوي نفكر قليلا نعم يساوي ستة اثنان تسعة ضرب صفر يساوي كما ذكرنا قبل قليل أي عدد يضرب في صفر يكون الناتج نعم صفرا إذن تسعة ضرب صفر يساوي صفر ثلاثة واحد ضرب سبعة كما ذكرنا في السابق أي عدد يضرب في واحد الناتج نفس العدد إذن واحد ضرب سبعة يساوي نعم سبعة ننتقل إلى المثال التالي أوجد ناتج ضرب العددين سبعة وتسعة إذن سوف نستخدم عملية الضرب لإيجاد الناتج سبعة ضرب تسعة يساوي ثلاثة وستون أي منهما أكبر؟ خمسة ضرب أربعة أو ثلاثة ضرب ستة أولا أحبائي سوف نوجد ناتج ضرب خمسة ضرب أربعة ويساوي عشرون ثم بعد ذلك نوجد ناتج ثلاثة ضرب ستة ويساوي ثمانية عشر ثم بعد ذلك نقارن بين النواتج عشرون أكبر من الثمانية عشر إذن أيهما أكبر؟ هو خمسة ضرب أربعة لأن خمسة ضرب أربعة يساوي عشرون وثلاثة ضرب ستة يساوي ثمانية عشر إذن خمسة ضرب أربعة أكبر من ستة ضرب ثلاثة وبهذا قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم أحبائي تلاميذ الصف الرابع الابتدائي أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه الحلقة ولنا لقاء قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة